أهلا بحضراتكم من جديد ونبدأ أخبار ندينا الواصل بقى النهاردة تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبو رجيرا بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة النادي الأهلي طبعا في بطولة الدوري ممتاز يوم السبت القادم تدريب النهاردة كان في حاجات كتير حصلت أولها التدريب شهد تركيز كبير جدا على تنفيذ مجموعة من التدريبات البدنية والفنية تحت إشراف الجهاز الفني بالكامل طب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام أن فريرة مش عاجبه حاجات بدنية في الفريق معنى الكلام أن فريرة عايز يعدل بعض الأمور البدنية مش الفنية آسف كمان بدنية ليه؟ ممكن حد يقول لي هذا هو ده وقته يعني احنا عايزين نعمل جمل عايزين نعمل حاجات ساعات اللعيب له بدنيا مش جاهز مش فت عنده إجهاد عنده إرهاق عنده أورلود على العضلة أو محتاج يشتغل أكتر على العضلة ده كلام يأثر عليه فنيا اللعيب طول ما هو جاهز بدني يقدر ينفذ أي حاجة ساعات اللعيب يبقى عايز يعمل حركة عايز يعمل جملة عايز يعمل فنت بدنيا جسمه ما يسعفوش عايز يفتح سبرينت عايز يشوت بشكل معين جسمه ما يسعفوش في البدنيا دي فلو بدنيا هو جاهز يقدر يشتغل فني بشكل كبير يقدر يساهم مع فريقه بشكل كبير ويطلع أفضل جهد عنده كمان شاهد التدريب تواجد كابتن حسين ياسر المحمدي طبعا المدير الفني لفريق 2003 مع الفريق الأول بعد تعيين وكمدرب مساعد للبرتغالي فريرة كابتن كبير إن شاء الله يكون إضافة كبيرة كابتن حسين ياسر يقدر يتكلم مع اللعيبة طبعا مش يقدر يشتغل بشكل كبير في اليومين دولي ولكن هايمشي على نفس نهج مستر فريرة طبعا دارة نادي الزمالك عينك كابتن حسين ياسر طبعا برقاستة المسشار منطنا منصور اختار كابتن حسين عشان يكون في منصب المدرب المساعب بعد رحيل كابتن أحمد عبد المقصود اللي تقدم باعتذار عن الاستمرار في المنصب وأنا أتمنى للتوفيق من أبناء نادي الزمالك ولكن كابتن حسين ياسر من الكباتن اللي كان ليه باع كبير جدا في لقاءات القمة كابتن حسين ياسر من الناس اللي كانت بتتقلق وتتوهج في لقاءات القمة ناس كتير تقولك أصلي فيه لعيبة ضغط المباريات أو الضغط في بعض اللقاءات دي بيأثر عليها كابتن حسين ياسر للعكس كان الضغط بيخليه يطلع بشكل أفضل في الملعب هنا هيكون دوره مع اللعيبة كابتن حسين هيكلم مع اللعيبة عن استغلال الفرص هيكلم معهم قد إيه اللقاء ده مهم هيكلم معهم قد إيه اللقاء ده نفسيا تعديه إزاي هيكلم بشكل نفسي وعن تجارب حقيقية لما أنت تعيش مع حد أو تسمع كلام من حد عايش نفس التجربة هيكون الكلام مهم لكن أي حد هيقولك أي كلام عن اللقاء أصلي ماتش كبير أصلي ماتش مهم لازم نركز لا مش هكو مهتم لكن لما يجي من نجم تقلق في كل اللقاءات اللي لعبها ضد النادي الأهلي معايدة زيادة